جهات وأعضاء الحملة الولائية لمرشه تحالف الشات الموحدة بولاية وداي واختارهم بالاستراتيجيات الجديدة التي وضعها التحالف من أجل فوز مرشيهم ما يوكانت أبرز النقاط التي تناولها المدير الوطني للحملة محمد زين باد عباس قلال لقائه ما وفد الحملة بمدينة أبشة حضرة ولاية وداي نفس الهدف نفس الرسالة أيضا قدمتها وزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة المسؤولة عن العلام أمينة بريسيل لونغو ودعت النساء الولاية إلى ضرورة تعزيز الحملات التوعبية والترويج لصالح مرشه تحالف الشات الموحدة محمد إدريس ديب إتنو من أجل تحقيق فوز كاسه من الدور الأول في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما التقد رئيسة بئس التحالف من أجل الشات موحدة أشتصال هيدامان والوفد المرافق لها مع حاكمة ولاية حجر الميس الجيم عبد الرحمن وذلك بغرض إطلاعها على أهداف البئسة حول خطة العمل للحملة الانتخابية لمرشه التحالف من أجل الشات موحدة اتحاد القوى لأجل الديمقراطية والتنمية EFDD هو أيضا نظم مناسب لدعم مرشه التحالف من أجل شات موحدة محمد إدريس ديب إدنو الحافظ جلال المنصق الوطني لحركة EFDD رئيس الشرب محمد السليك حالاته قال إن المهمة التي تنتظرهم كبيرة مكتب الشباب إعادة بناء شات لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ هو أيضا من بين المكاتب المساندة لمرشه التحالف من أجل شات موحدة الأمين التنفيذي لمكتب عدد بناء شات بوكر سندق قال يجب أن يعمل المكتب من أجل تويئة المناضلين لتحقيق الفوز الكاسة وفي ذات الصياق فقد أطلق أبناء ولاية كانم جغرافية حملتهم الانتخابية والتي تحدث إلى مساندة مرشه التحالف من أجل شات موحدة وفي ذات الشأن فقد أطلق مكتب الدعم لمنظمة الشباب الوطني أنشطة بتكوين هذا المكتب الذي تتمثل مهمته في دعم مرشه التحالف من أجل شات موحدة جاءت الانتلاق الرسمي للأنشطة الوطنية لمجموعة العشرة للمكتب بحدث دعم ومساندة مرشه التحالف من أجل شات موحدة محمد إدريس ديب إدنو في خوضه لانتخابات الرئاسية المقبلة كما أطلق أضاء مكتب اللجنة التوجهية لمجموعة دعم المساندة لمرشه التحالف من أجل شات موحدة دعونا نسير مع محمد إدريس ديب إدنو دورة تدريبية للتعرف على برنامجه وخطته التنموية التي تحدث إلى إصلاح الدولة وبناء جمهورية قوية يسودها السلام والمصالح الوطنية